أنا مكذب عليكم وهذا أكثر ما يسعدني تقول لي ما يسعد لك بعد الإيمان بالله والعلم بصراحة الإيمان ثم العلم والقراءة أكثر ما يسعدني أكثر ما يسعدني بعد هيك بصراحة الرسائل التي تترى علي ولا يعلم عددها إلا الله وهذا من عشرين سنة يقول لي حياتي تبدلت لخطبة كلام أقسم بالله أسعد سعادة كأن طرف السماء بقول يا رب الحمد لله جعلتني مفتاحاً للخير مغلق لشي يا رب يزدني من هذا هل يسعدني بهمني إيش أنه في شيء واقع أنه الله جعلني سبب جعلت كلامي لسبب أنها تغيرت حياتك للأفضل هذا إيش مش طبيعي أشعر سعادة جنوية فهم الله مرة تبكي بالخشة إلا بقول الحمد لله يا رب يزدني يا رب هذا شيء حلو دائماً خلي التحدي تكون إنسان مبارك يكون حياتك ودورك وإسهامك وصنعت الفرق في الاتجاه الإيجابي إصحى يسجل عليك كاتب الشمال وشوفك رب العالمين في عليهم إنه تسببت إيش في التفريق بين اثنين أصدقاء بين اثنين إخوة تطليق امرأة من زوجها تقليب واحد على واحد تغشيش واحد والعياذ بالله إيش طريق المعصية في ناس والعياذ بالله مكتر مهموته شيطن والشيطان لابسه مجدع حاله كلامه لا بي بحكي مع الناس يوحي لهم بالمعصية من طرف خفي هو يفهمه البعيد شيطان والله العظيم يريد أن يحبب بطريقة ما لهم إيش المعصية صح أعوذ بالله أعوذ بالله إيش ستستفيد سيئات صح وغضب الله ونعنة الملائكة لما هذا الشاب سمعك الكلمة هذه راح بعشها شهر ثلاثة ارتكب الفاحشة كلمتين حكيتها مزبوطه لا أنت تخيل لو تيجي مثلا أمام فتاة الزوجة جديدة ما لهاش خمس ستة شهر وبتحب زوجها وأخذته عن الحب وتيجي أنت مثلا عندك سلطة معينة عمها خالها أخوها الكبير ما بعرف إيش سلطة في العيلة هذه أنت تيجي تحكي وتقول الله ما شاء الله فلان زوجك هذا ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله بصير كل ما نتبهها ممتاز وكذا وكذا بس شوية لأنه يعني إيش في خير يا عمي ستقول لك إيش فيه أخويا يعني لو أحلى شوية شوية أنت شيطان والله العظيم أنت هنا كنت دورك إبليسي روح إبليسية تلبستك أنت بتعرف بالكلمة هذه ما يمكن أن يحدث ممكن ذلك على طلاق ممكن قلبها ينزع عنه يبطل يحبه قبل كلمتك الملعونة هذه كانت تحبه وتشوف أحلى واحد ما تشوف في العيلة كل هوا الشباب أحلى منه بعد كلمته لأنك أنت سلطة صح مرجعية تدخي بك أن أنت كبير في السن ومتعلم وربما تكون كذا وكذا لما حكيت الكلمة الخبيثة هذه ورحمة داحته ما شاء الله كذا وكذا 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 أنت إبليس البعيد صح؟ أنت فلت علي هذه الشياءات لازم تكون فيها فلاسفة فلسفة هذه عمك مخط تكلم مليه فيها مع نفسك عشان تعرف كيف تسلك صح وتتصرف صح أنه يقول من خبّب امرأة على زوجها فليس منها أنت هيك خبّبتها عليه فهمتها أنك إيش يبوس إيده ووجه وقفى ما بيستاهلك أنت بتستاهل أحسن منه خربت عليها حياتها صح أو لا فانتبهوا فالمؤمن يفرح لما يكون إيش دوره إيجابي الفرق قل بيصنع في حيات الناس دائمًا إيش في الاتجاه إيش الصح يجعلهم أقرب إلى الله أكثر تقوى لله أكثر خشة من الله أكثر محبة في الله أكثر رحمة بالناس هذا الشيء البطولي الحقيقي والله العظيم دائمًا اشتغل في هذا الإطار